دايماً وأبداً المعدلة في كيان النادي الأهلي هو جمهير وفارس جمهير الوفية اللي دايماً اعتدنا على الحلوة والمرأة معاه ده حقيقة يوسامة ولو اتكلمنا على جمهور النادي الأهلي النهاردة فأنا بشوف يا جماعة من نجوم اللقاء جمهور اشتغل جوه الملعب فقط جمهور كان عنده رسالة واضحة وصريحة يمكن شفنا يعني بعض الرسالة اللي بتتكلم عن جمهور المنافس وازاي كان فيه تعرض للعب الأهلي على مدار المباراة وتقال العكس بقى اتقال جمهورنا بنشكره مش انه هو اساءل المنافس ولا هاجم المنافس ولا حاول يأمل اي شكل من اشكال خروجة عن روح الرياضية لا بنشكره انه هو كان على مدار شوطين المباراة بيدعمنا وبيركز وبيشجعنا تشجيح حماسي جمهورنا رد جوه الملعب لا بلافتة ولا بجملة تحاول تقلل من المنافس ولا اي حاج رد جوه الملعب بتشجيع وعشان كده الشكر فعلا شكر مستحق ولكن كمان واحنا بنتكلم يا جماعة الشخصية يعني انا ما اتكلمش انا واسامة قبل الحلقة عن الحتة دي ولكن احنا اللي كنين متفقين على ده ان فكرة قدرتك في الدقاق الاخيرة على الحفاظ على شخصيتك والحفاظ على قدرتك ده صنعوا حاجات كتيرة جدا اقعى تفتكر انك بتشوف ده في الملعب شيء عشوائي او شيء مصطفة لا يا جماعة ده عملوا جهاز فني اكيد على رأسه ديفيد ديفيز واكيد وراء قطاع كبير جدا ادى الثقة حاول يمنح كل الدعم لللاعبين دول حاول يبني فيهم الشخصية وانا بقول دايما البطولة اللي بتأتي وانت عندك شخصية هي اللي بتضمن ليك الاستمرارية